السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار مسيرة مساء اليوم نادي الزمالك يطالب بإعادة لقاء الأهل والزمالك مع مباراة سموحة وبرمز الشركة المسؤولة عن أحمد قندوسي تقرر مقاضات برنامج مهيب عبدالهادي بسبب الاتهامات موعد مباراة الأهل وطلائع الجيش في الدوري التحقيق مع حكم مباراة الأهل وفارقه نادر أمر الدولة بسبب إمام عشور ورسميا الاتحاد السكندرية تقدم بشكوى ضد حكم مباراة الداخلية اليوم في البداية لا ننسى نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة طالب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الذي دائما ما يسير الجدل بإعادة مباراة الفريق مع الأهل والتي كان من المقرر لها أن تقام يوم السلساء الماضي في الدور المصري قال أحمد سليمان في تصريحات مع مهيب عبدالهادي على قناة MBC مصر كنا نريد توصيل رسالة وبالفعل حدث بدليل اجتماع وزير الشباب والرياضة برئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب وذلك في مقر وزارة الشباب والرياضة وأضاف أحمد سليمان قائلا أتمنى إعادة مباراة الأهل والزمالك ألبك جامد واتحاد الكرة جامد عيد المباراة مع سموحة وبرامدز وقد ألغيت مباراة سموحة وبرامدز مساء أمس بعد خمسين دقيقة من انطلاقها بسبب نشوب حريقة في ملعب المباراة وفقا ووفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم تعاد المباراة نظرا للظروف القهرية التي أدت إلى إلغائها على الجانب الآخر اعتذر الزمالك عن خوض مباراة الأهل في الدوري المصري ضمن أربع قرارات اتخذها بعد لقاء المصري البورسعيدي يمكن الإطلاع عليها وشهدت مباراة الزمالك والمصري أحداثا مثيرة للجدل أبرزها ركلت جزاء سددها أحمد سيد زيزو للزمالك ارتضبت بالعرضة ثم سقطت وأصارت خلافا كبيرا حول اكتيازها لخط المرمى من عدمه ما زلنا مع برنامج مهيب عبد الهادي ومشكلة وأزمة جديدة مع أحمد قندوسي وقد أصدرت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال أحمد قندوسي لاعب النادي الأهل المعار إلى سراميكا كيلو بطرة بيانا رسميا قرر فيه مقاضات برنامج اللعيب عبر قناة MBC مصر والذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي وذلك بسبب ما خرج منه من تصريحات عبر برنامجه واتهامات لللاعب أحمد قندوسي بأنه المتسبب في فشل صفقة مواطنه سين الدين بالعيدة من الانتقال إلى الأهل والانتقال إلى سانت تراوند البلجيكي وحيث وصلت إلى الحديث بأن القندوسي نصح مواطنه سين الدين بالعيدة بالهروب من الانتقال إلى النادي الأهلي من أجل عودته إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل عبر مقعد أجنبي وجاء بيان الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال أحمد قندوسي عيث قالت نعبر عن استيائنا الشديد وغضبنا من الاتهامات الباطلة التي وجهت ضد لاعبنا أحمد قندوسي والتي تدعي كذبا بأنه السبب في فشل انتقال اللاعب زين الدين بالعيدة إلى النادي الأهلي نود التأكيد وبأقوى العبارات على أن هذه الادعات ليس لها أساس من الصحة وأن اللاعب أحمد قندوسي كان من أكبر الداعمين لزين الدين بالعيدة للانتقال إلى النادي الأهلي وبناء عليه نحن مصممون على حماية حقوق لاعبين بكل الوسائل المتاحة ولن نتردد في اتخاذ أي خطوة قانونية لضمان ذلك يعود النادي الأهلي للمباريات مرة أخرى ومباراة قوية مع طلائع الجيش وذلك يوم الاثنين إن شاء الله مباراة قوية بعد أن انتصر النادي الأهلي على فرق بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استياد القاهرة يدخل الأهلي المباراة المقبلة ولديه رغبة قوية بتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في نحو البحث عن صدارة بطولة الدور المصري يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز 11 برصيد 34 نقطة المباراة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة 8 بتوقيت السعودية على استاد الكلية الحربية يزاع المباراة عبر قنوات On Time Sport تحقيق مع حكم مباراة الأهلي وفاركو نادر أمر الدولة بسبب إمام عشور وقد أعلن فيتور بريرا رئيس لجنة الحكام عن فتح تحقيق مع الحكم نادر أمر الدولة بعد وقعت التقاطه صورا تذكارية مع لاعب الأهلي إمام عشور عقب مباراة الفريق أمام فاركو في الدور المصري وقد أوضح بريرا في تصريحات صحفية ستفتح لجنة الحكام تحقيق في تصرف نادر أمر الدولة عقب مباراة الأهلي وفاركو يأتي قرار فتح التحقيق بعد قيام نادر أمر الدولة وعائلته بالتقاط صورا تذكارية مع إمام عشور بعد صافرة نهاية المباراة وهو ما يتعارض مع تعليمات لجنة الحكام التي تحظر على الحكام التقاط الصور مع اللاعبين أو أي من أفراد أطقم الفرقة وكان الأهلي قد حقق الفوز في هذه المباراة على فاركو بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما أمس اليوم كان هناك مباراة الداخلية والاتحاد السكندري وجد الكبير على التحكيم وقد أصدر نادر الاتحاد بيان رسمي ضد طاقم التحكيم أمام الداخلية اللي جمعت بينهما في بطولة الدوري قال الاتحاد المصري الكرة المصرية خارج نطاق الخدمة العدالة غائبة في الدور المصري أرسلت إدارة الاتحاد احتجاجا رسميا للاتحاد المصري ورابطة الأندية ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام الداخلية بقيادة الحكم محمد العتباني استنكر فيه الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة حكم المباراة لم يكن موفقا على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريقة أبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح لللاعب ما بلوله ما بلوله في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول اتفق جميع من شاهد وتابع المباراة على صحة الهدف ولكن الحكم لغاه بعد جدل كبير مثل هذه القرارات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات من شأنها التأثير سلبا على مسيرة الفريق وإضاعة مجهوداته وطالب الاتحاد بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لإنقاذ مسابقة الدوري بالنهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته